اهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي المطبخ النهاردة مطبخ مصري بيعجبني في المطبخ المصري كل محافظة مستقلة بأكلة كده مشهورة أخوانا في الشرقية لها عندهم مثلاً الحووشي بلد معينة كده شطرة في الفطير المشالكة والحاجات دي بحري الكشر البحري اللي هو العطس الأصفر بالرز المصري بتاعنا في الصعيد الكشر الصعيدي أخوانا في اسكندرية يقولك الكبد الاسكندراني الملوخية الاسكندراني الجنبري الاسكندراني بس فيه أكلة بقى مشهورة جداً من أيام اليونانيين اسمها المزاليكا مزاليكا دي مصطلح يوناني الله أعلم إذا كان يوناني أو أياً كان ولكن الطريقة بتاعتها نفسها تفتح الشهية اللي هي حلويات الخروف عموماً سواء إذا كان كبد وكلاو ومخاصي كل ده مع بعضه بياخد فلفل ألوان وبصل وتوم ولكن كالعادة الشيف المغازي للتركية بتاعته بتبقى فيها شوية زفارة شوية خاصة لو كانت ضاني فص المستكة هنا أو قليل من المستكة بيمنع الزفارة إذا كانت ضاني أو أياً كان معها طبعاً العدل بتاعها شوية لسان العصفور بالجزر أنا بيعجبني السكريات اللي موجودة في الجزر مع لسان العصفور واخد البهارات واخد الفليبر إذا كان حبهان وورق لورو الحاجات الجميلة فلفل أسود الطبقة ده جميل جداً على فكرة ولو عندك شوية شربة في التلاجة بتاعت فراخ أو لحمة سابقاً يا ريت تستخدميهم مع الطبقة اللي أعمله دلوقتي لسان العصفور بالجزر السفرة بتاعتها عدالها أكيد طبعاً صنة خضرة دي معانا يومياً من خير أرضنا عندنا البصل والطماطم والخيار والخص كل ده بيجمعهم طبقة واحد بطريقة كنتي التست طبعاً والفليبر ولكن البطيخ متحدد إقامته مع طبق جبنة ماشي بالليل كده اللي طافة والجو ولكن نأخذ البطيخ اسموزي أو نشربه اسموزي مع آس كريم ده الجديد الأطفال بالتأكيد هيحبوه لما نأخذ البطيخ ونشيل البزر منه ونضربه في الخلاط مع آس كريم مع تلج مع ورقتين نعناق أخضر بالتأكيد الطعم هنا هيكون طعمي تاني خالص وبختلف والبطيخ هيروح في حتة تانية ولو كان الآس كريم بالفانيليا بالتأكيد هيكون ألطف وأكتر بكتير للأطفال الحلوين تعالوا مع بعض نشوف هنأمل إيه مع الاسموزي بتاعنا الخلاط بتاعنا زي الفل الله مصلى عن النبو بتهتم بالبطيخ شوية وتشيل البزر منه معانا آس كريم فانيليا معانا تلج المادير على الشاشة شفناه أشتغل زي ما هو يغاله حاضر إنية والمادير على الشاشة بطيخ خالي من البزر ولازم لأن لو في بزرتين ولا بزر هتبوزك الموت كله معانا كمان عم نشيف تلج وأس كريم فانيليا ورقتين نعناق أخضر حالوا الكلام تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي سريعاً وإحنا مع بعض كده الاسموزي ده الأطفال هيحبوه وتغيير يعني إحنا عايزين مش كل شوية هنأكل بطيخ بالطريقة المعتادة أنا جايبه كده برضو بطاقة التعاوز زي الفل معانا في قلب الطبق اللي حبه كده أهلاً وسهلاً أو زي الفل نحطه جنب اللسانة العصفور كده ألف هنا وشفة ومعانا الكبايات بتاعتنا النهاردة زودناهم واحدة اللهم وصل لعنبي الطبق ده كده زي الفل أول حاجة هنحطها البطيخ بالشكل ده كده اوه إيه البزر مع عصير البطيخة أو السموزي اهه منصيحة مني لما تيجي تعمل البطيخة عصيرة أو السموزي خد اللحم البطيخ اللي جانب القشرة ده بيبقى مسكر شوية زيادة زمان كنا نمسك القشرة دي ما نخليش فاسلنا والله العظيم فين الأيام الحلوة دي اهه خلي بالك اهه وخدي قلب البطيخة الجوزك وخدي الباقي كله ضربيه في قلب الخلاط شوية الباقي دول مهمين جدا عالوا اوه بتتحاكوا انا عارف اه انا لغاية دلوقتي عدل ما ده بتقطع البطيخة تجي شايلة حتة من القلب كده مديهالي بعرف ان هي هتطلب حاجة على طول بعدها ننزل بالتالج ده كده متخافش عميها اصيبها على الله اهو هننزل ده كده اللهم صلى على النبي ورعتين يعناه اخدر موسيقى موسيقى عليش؟ يعنيه اخدر دول ورع من غير العروق بتاعته عشان ما يمرارش اهو اهو زي الفل وشغل الخلاط اشتركوا في القناة خبس الكلام اي سموزي بالايس كريم هنعمل ايه كمان معانا ايس كريم فانيليا يناخد منه شوية كده نحطهم في الكوباية دي كده ده الجديد بقى ده الحاجات الاولاد يحبوها اه ايس كريم فانيليا في قلب الكوباية كده اه حاجة جديدة وممكن تعمله ايس كريم فانيليا ده في البيت كريم شانتي مع فانيليا تضربوهم في قلب الخلاط بيبقى معاك ايس كريم فانيليا او تشتري قلبة ايس كريم فانيليا من اي سوبر ماركت والعصير ده والاسموزي ده بيناسب ايام الحر اللي احنا فيها مش عارف السنادي ليه الدنيا جاية حر كده هناخد ده كده ونسب الايس كريم بتاعنا الله ما صلى عني يا ربا اه بسم الله الرحمن الرحمن يا صبابين العصير حتى لو بطيخ زدوا حالاته او او لحاضر عينية او حبيبي مصطفى معايا مصطفى شافية او 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 ايه الحلوة دي ايه الحاضر يا فاني اعمل ايه قولولي او كل حاضر عينية او 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 هو الايس كريم هو الايس كريم باين كده من برا او او زي الفل الف هنا وشيفة للي يشرب منه سموزي الايس كريم بالفانيليا على الشاشة قدام حضراتكم حالوا الكلام طبعا في الخلاط ده كله بتاعنا كل بقولك يا بغتك يا شيف حالقات النهاردة بساطة سهولة مرونة قدرت اخش المطبخ المصري بخيف الدم مصرية عينية اهو حال مهم جدا وانت بتخش المطبخ عايزك يعني ايه ايه نعم بتبقى اكلت الاكلة دي من ايد والدتك من ايد حماتك اه الزمن الجميل طبعا احنا كلنا عارفين ولكن انا دايما مع ست البيت ان هي تضيف لمساتها في الطبق حتى لو كانت ضج البامية باللحمة الضاني مرة تحمر البامية مرة انك انت اه تحط البامية عينية فنية عينية حاضر ولكن المزاليكة النهاردة قدمتها بشكل جديد بطريقة جديدة الكاس كده زي الفل هوا تقل في انا وشفا طبعا العيس كريم باين كده حاجة حلوة بنشوف بعض المحلات بيبقى طالع بشكل كده لطيف وحلو لا مش لازم نحط السوس فراولة مينفعش السوس الفراولة هنا هيضيع طعم البطيخ خلي بالك عينية يا فندي معو اللهم صلى على النبي كل الليلة دي والبنيو الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده على فكرة عجبني حاجة واحدة بس الامانة يعني صح السلطة اللي انا عملته اللي هو السلطة الخاص بزيت الزيتون مع البصل مع فص التوم مع النعناع الاخضر حاجة لطيفة وجميلة بتساعد على الهضم والتركاية لنا الجديد هنا خدت البهريزة اللي نزل من المزاليكة نزلت بقى على الكبدة ان كان حضراتكم شفتوها وقلبت لسنان العصفور خدت من طعم المزاليكة اصبح فيه انسجام دلوقتي على الصفرة بتاعتي والمطبخ النهاردة مطبخ مصري ولكن بطعمي تاني كالعادة من الشيف المغازي له لمساته له تركاته اللي بتحببنا في المطبخ وتخلي كل البنيتات الحلوين واللي متجوزين حديثا يخشوا المطبخ يعملوا اكل لازواجهم والأسرتهم رؤية فن ابداع بنشوفوا كل يوم على ششة القرارات الاولى والفضياء المصرية منين يا شيف من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة